كابتن رمضان أولاً قبل كل حاجة بقول لحضرتك كل سنة وانت طيب وانت طيب ثانياً بقول لحضرتك ألف الحمد لله على السلامة أولاً بشكر حضرتك لأنك يمكن أول لقاء لحضرتك موجود في بيتك في قناة النادي الأهلي بعد عملية قلب مفتوح طمنا على حضرتك وأخبار صحتك إيه ويعني كلنا كنا الحياة أعلنين على حضرتك لكن الحمد لله يعني شايف حضرتك بصحة جيدة الحمد لله رب العالمين وطبعاً حياة الأحمد طبعاً كسان طيبين اعتز بيك دايماً كابتن رمضان ربنا خليك بجد والله بدي عارف يعني الشخصيات اللي أنا بعتز جداً أن أنا قابلها وبحب جداً أسمع هو طبعاً بصرف نظر عن عشق للنادي الأهلي لكن لما كابتن رمضان بيتكلم كرة لازم لازم تستمتع وبحب فيك صراحتك وبحب فيك أنك ستريت فرض حمد الله على سلامتك ومبسوط جداً أنك معنا النهاردة عشان أقول لك حمد الله على السلامة وجمهورك كله وجمهور نادي الأهلي يتطمن عليك وعلى صحيح والله الحمد لله يا أحمد الحمد لله يمكن الفترة اللي فاتت من أصعب فترات حياتي لأن العملية القلب مفتوحة دي يعني حاجة من أصعب الجراحات في العالم صعبة جداً 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 الحقيقة يمكن أنا حتى الحقيقة طبعاً الناس كتير وقفوا معي بشكل جبير جداً طبعاً إدارة النادي الأهلي طبعاً كابتن محمود الخطيب للأسطورة الحقيقة على طول كان متابع وعلى طول كان بتكلم طبعاً دكتور محمد شوقي حاجة يعني حاجة مفرحة الحقيقة يعني رجل مساند بشكل جبير جداً جداً إدارة النادي الأهلي الحقيقة طبعاً فيه الشبير الصديق والأخ وطبعا معاه طبعا مختار مختار ومحمد عامر ومصطفى كل مصطفى يونس كل الناس جم الحقيقة وكل الناس تابع عائلة الاهلي يا كابتن دائم إحنا متعودين في النادي الاهلي إحنا فعلا عيلة مهما يعني الأجيال بتروحوا تيجوا لكن تبقى عائلة النادي الاهلي حضرت كنت الآن قبل العملية يعني كنت خايف تعمل العملية يعني كان فيه كلام حضرت كنت خايف تعمل العملية ولكن الأطباء أصروا لازم يكون موجود أو لازم تعمل عملية بشكل مباشر آه هي عملية غريبة جدا كمان يعني قلب مفتوح وفي نفس الوقت وانا بتبلغ بتبلغ بنية يعني فيه صعوبة وإحنا لسه هنعمل كونسولته عشان هنعمل ولا مش هنعمل آه يعني كمان كان ساعة مرحلة إجراء العملية كان فيه لسه آه نقدر نعمل ما نعملش يعني الأمور كانت صعبة آه كان فيها مشكلة وإبتادوا بيعملوا حتك الكونسولت ده من الشخص اللي بيخاف من موضوع العملية طبيعتك بتخاف من قصة المستصفيات العمليات طبعا يا أحمد طبعا وبالذات الجراحة دي أولا أنا بدعي ربنا إن ما يوريها لأي حد أي حد في الدنيا كلها لأن حاجة صعبة جدا 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 طبعا أنا زي ما بقول الناس كلها وفت جانب الحقيقة الموقف دي بتبين حاجات كتيرها آه طبعا طبعا يمكن دي أكتر حاجة يعني ساعدتني بشكل كبير جدا أي إن أنا وأنا في العملية وأنا في الجراحة ووعد الجراحة يعني دي بتساعد بشكل نفسي بشكل يعني محترم جدا طبعا أسرتي طبعا زوجتي ورشا وبينتي وأحمد ومحمد عائلتي أختي وأخوي لا طبعا ده أساس سيد طبعا سيدل على السلامة الله سلمك وقلنا نطمن جمهور نادي الأهلي على كابتر رمضان طبعا ربنا خليك يا أحمد الله سلمك